في شان الاخر بشرت مصالح الاستخبارات الامريكية منذ اسابيع تحقيقات امنية على خلفية توصل واشنطن لمعلومات تفيد بتورط ذباط سامين من الجيش المغربي وافراد من اسرة المالكة في دعم الجماعات الارهابية الناشطة في منطقة الساحل الافريقي وفي مقدمتها حركة الجهاد والتوحيد وذلك عن طريق اموال تجارة المخدرات كما تؤكد بعض المعلومات وجود اتفاق بين برونات المخدرات المغربية وقيادات الجماعات الارهابية الناشطة في الساحل الافريقي وحسب المعلومات الواردة في مقال نشره الموقع الاخباري المغربي كازابخيس فان وكالة المخابرات المركزية الامريكية بأشرت تحقيقات استخبارية لتأكد من معلومات حديثة تؤكد تورط ذباطا من الجيش المغربي واقارب العاهل محمد السادس في دعم الجماعات الارهابية ترجمة نانسي قنقر